اشتركوا في القناة السنة الفارتة وأريد أن أقدم نفسي وأن أقدم المجموعة التي تشتغل معي في اليسينة دونك احنا العنوان فيلوزامي معناها أصدقاء الفلسفة احنا وانتوما دونك احنا زيب العيد اللي بشي قدم درس اليوم وحماضي العش وبشير الماجري سنتداول على هذا المنبر في كل مرة حتى نقدم الإفادة بالشكل الذي نطمح إليه وبالشكل الذي يرضيكم العلاقة في الفلسفة يجب أن تكون علاقة مفتوحة كما عهدنا على ذلك سابقا معناها تحب تتكلم ولا عندك سؤال ولا تحب تخلي ولا تطلب دوكيمون ولا حاجة رأنا أحنا وليسينا على ذمتكم في هذا المجال بيه ألور ماذا بيه كان ما تراهوش مانع اللي حال الميكرو يسكروا اللي حال الميكرو يسكروا بيش نجموا نسمه بعضنا بيه أنا نعرف أن في سنة الفارطة اللي هي السنة الثالثة تقرأوا ساعة واحدة وهذه الساعة غير كافية لعدة اعتبارات أن تقدم هدفا أبجيكتيف فلسفيا يستقر في ذهن التلميذ ولذلك أنا على ثقة أن المعلومات التي تكونت لديكم ما عدا معنى فئة نادرة من التلميذ فأن المعلومات التي تتكونت هي معلومات مشوهة أو على الأقل أنها اكتفت باليومي والفلسفي العلاقة القائمة بين اليومي والفلسفي لعلها توضحت يبدو أن البرنامج هذه السنة يختلف نسبيا عن هذه الخطوة وإن كان للفلسفة أجزاؤها وما درستموه جزء من هذا الكل ولكن هذا لا يعني أن ما درسناه في السنة الفارطة سيقدم لنا إفادة كبيرة هذه السنة لنبدأ معكم في البدايات اليوم إن شاء الله الحسة تستوعب حاجتين أقلت نبدأ من البدايات في تقسيم العمل شنية هما؟ أولا أنا نحب نرجع نعرف الفلسفة تعريفا إتيمولوجيا يتدرج إلى المعنى لصنص تع كلمة فلسفة من الأغريق حتى يستطيع التلميذ وهو يفتتح هذه السنة ويسير في طريق المناهج الفلسفية والمقاربات الفلسفية أنه لا يتعامل مع مادة لا يعرفها مسبقا أو لا يدرج هذا من قناعاته سمحون على هذا الانقطاع مرة أخرى إن شاء الله ما يرجعش نواصل قلت أنا عندي زوز مهام من اليوم المهمة الأولى هي تعريف الفلسفة وبعد الإحاطة بكل محاور البرنامج شنو اللي بيش نقراوه وكفيش بيش نقراوه وشنو الهدف منه هذي اللي باش نحاول نتعامل معاه سكورتي بهذه الوثاق اللي قدامي كل ما فم حاجة تقاوها مكتوبة قدامكم معناها على الصبور أنا كنت نحكي قلت تره المعنيين بهذه الدروس هما الشعب العلمية الشعب العلمية اللي هما الرياضيات والبيولوجيا أو السيانس الشعب الاقتصادية معروفة والشعب التقنية معناها يمكن نحكي على التقنية ونحكي على أيضا الانفورماتيك على كل حال كل الشعب اللي تدرس الفلسفة ما عدا سبار شوية يختلف علينا ما عدا ذلك لكلهم معنيين بما سأقول في هذا الدرس اليوم لون كالور أعتذروا عن كل ما سبق ونحاولوا أن نتقدم وكما قلت لكم معناها كل ما فهم حاجة أنا على ذنب بي ألور احنا مشناه شكرا 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 إذن قلت أنا بش نحاول معكم نعرف الفلسفة بش نحاول نغوص شوية في هذا الفهم حتى نتمكن من الوصول إلى ما نطمح الوصول إليه كلمة فلسفة هي كلمة يورنانية هي فيلوس 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 صوفيا سكروا الميكرو يعيشكم سكروا الميكرو باش زوما لكم يسمعوا تسمعوني ما تحل الميكرو وقت اللي تحتاج باش تكلمني يحلوا باي ألور قلت الفلسفة هي فيلوس صوفيا فيلوس هي الحب وصوفيا هي الحكمة هذا التعريف هو التعريف يسميه تعريف إيتمولوجي أي يعتمد أساسا على اللفظ سننطلق من تشريح اللفظ حتى نتمكن من فهمه كما نقول وإحنا في العربي مثلا ثقف يثقف ثقافة ومثاقفة العودة أي صوبه وهذبه هذك شمعناها عدت إلى اللفظ أما كم بش نرجع للمعنى ثقافة تاخد معاني متعددة ثقافة عند العرب هي معناها هي خشبة تسوى عليها الرماح الثقافة هي التقوس الدينية في الكنيسة الثقافة هي الفلاحة والثقافة هي كل ما يضافل الطبيعة بالمعنى الأنتروبولوجي للكلمة سنصل إلى ذلك لذلك أنا ما حاجتيش بثقافة حاجتي بالفلسفة الفلسفة حين تنشطر الكلمة نلقاوها الفلوس هو الحب والصفية هي الحكم الحب ايش معناها الحب معناها الميل الحب معناها التوق الحب معناها التشبه بالشيء الاقتراب منه وصفية هي الحكمة الحكمة هي المعرفة المطلقة أو المعرفة الكاملة المعرفة المطلقة كنرجع قبل ما نوصل من استعمل هذا المصطلح في اليونان كنرجع لكلمة صوفيا نلقاو أن الحكمة ليست خاصية إنسانية عند الإغريق فهي من اختصاص الآلهة الإله هو الحكيم أما الإنسان فهو يسعى إلى الحكمة ولذلك نستطيع أن نقول أن الفلسفة هي حب الحكمة بايش معنها ايش معنها الكلام هذا يقال ببعض ومن هو الفيلسوف الذي أطلق هذا الكلام هذا الفيلسوف هو بيتاغور نكتبها بالعربية فيثاغور نحن عن بيتاغور اللي تعرفوه الماتيماتيسيان سأله أحد تلامذاته وهو معجب بما يقوم به بيتاغور من تحليل في الرياضيات وفي غيره قالوا نجم نقول اللي أنت حكيم لسعة معرفته وإطلاعه وذكائه قالوا نجم نصفك بأنك حكيم فأجاب بيتاغور قالوا معذ الله أنا لست حكيما أنا محب للحكمة والحكيم هو الله وأردف قائلا الحكيم هو الله أنا لست إلها حتى أتمتع بخاصية الحكمة أنا أحب الحكمة أي أنني أتشبه بالآلهة قدر الأمكان أسعى إلى الحكمة أميل إليها أو أتوق إليها كما قلت لكم ولذلك نجد أنفسنا أن أول من أطلق كلمة فلسفة عند القدامى هو بيتاغور إذن كلمة فلسفة هذه كنخوها داخل الشرائح اليونانية شعنا عند اليونان عنا ثلاث شرائح شريحة الأولى هم الآلهة والشريحة الثانية هم الفلاسفة والشريحة الثالثة هم العوام الآلهة تتميز بأنها تمتلك الحقيقة تمتلك الحقيقة لماذا؟ لأن الإله يعرف ويعرف أنه يعرف العوام اللي قلتوها عمناول اليومي القوالب الجاهزة والأحكام المطلقة أو المسبقة ها؟ الناس اللي ما يفكروش وأن ما يتركون لفئة قليلة أخرى تفكروا بدلاً عنهم ولذلك اللي يقولوا سي فلان ولا اللي يقولوا الحكيم الديني لفلاني ولا اللي يقولوا سيدي فلان هذا كوصلية فيرفعون بعض الأشخاص إلى حد التقديس يقولوا يمنوا بالكلام اللي يقولوا فيه العوام هذو ما العامي يزعم أو يزعم أنه يعرف علش لأنه هو جاهل ويجهل أنه جاهل ومن هذا المنطلق هو يمتلك صفة التعص ما يسمى بالفرنسي لدوغم ونقوله حتى بالعربية نترجمه وقلوا الدوغمائية بمعنى أنه يعتقد أنه يمتلك الحقيقة وما عداه خطأ إش قعدوا هالفلاسفة اللي أنا وياكم اللوجو عليهم شكونهم الفلاسفة هم فئة أخرى هم فئة معناها جاهد ويجهل أنه جاهل العفو الفيلسوف الجاهل ويجهل أنه جاهل هو العوام الفيلسوف جاهل ويعي يعي أنه جاهل سلامسيو قلنا الفلاسفة هم جاهلة وعلى وعي بأنهم جاهلة دونك شوالا عندي توا أنا بش نرجع لك توا معناها نلخص ونرجع لك ولا عندي ثلاثة شرائح الآلهة الآلهة عندهم هما كما تعرفون ذلك جيدا هم تماثيل يعتقدون أنهم يمتلكون الحقيقة ويمتلكون الحكمة فالإله يعرف ويعرف أنه يعرف يعني يمتلك الحقيقة في المحصلة من يمتلك الحقيقة لا يبحث عنها أنا أمتلك هذا القلم فأنا لا أبحث عن هذا القلم الذي أكتب به لأنه لدي وفي متناولي والعام لا يبحث عن الحقيقة أيضا لأنه يزعم أنه يعرف الحقيقة كما قلت لكم جاهل ويجهل أنه كذلك المريض ويعيب مرضه يسعى إلى المعالجة والمريض والذي يجهل مرضه هو يتعصب في وضعه ولا يعالج ولذلك هؤلاء الفلاسفة هم جهل وعلى وعي بأن هم جهل ومن هو كذلك تونك النتيجة هو يسعى يسعى إلى طلب الحقيقة طلب الحقيقة وهذا ما كنت بصدده استخرجته من حوار بين سقرات والقيبياتس أو بين سقرات والديوتيم سأل ديوتيم سقرات قالوا من هم هؤلاء الفلاسفة قالوا إنهم منزلة بين المنزلتين آه قدامك لا هم بالآلهة ولا هم بالعوامل هم يترفعون عن المعرفة العامية وصنر ذلك مع إفلاتون بالتدرج في الجدل الصعد الخارج من الكهف لأن الفيلسوف يجد نفسه في مرحلة ما أمام وضعية لا يحسد عليها وهي التالية إذا كانت الحقيقة مزعجة هل نفضل عنها الوهم المريح هل نبقى على الوهم مع العوام ونحن نعرف أن هذه المعرفة هي جزئية وخاطئة وظنية ولذلك فبالمحصلة أن الفيلسوف ليس هو إله لأنه لا يمتلك الحقيقة ولا يدعي أنه يعرف ويعرف أنه يعرف الفيلسوف ليس الإنسان العام الذي يزعم أنه يعرف جاهل ويجهل أنه جاهل ومتعصب الفيلسوف هو من يسعى إلى طلب الحقيقة باستمراء باستمراء ولا لأن الحقيقة هي مصار يتدرج كل ما اختلف الزمان واختلف المكان واختلف الجغرافيا واختلف التاريخ واختلف المناخ لأنه لو كان جيت على كلمة حقيقة وتبحث رأوا الحقيقة ووقفت مع سقرات رأوا الحقيقة ووقفت مع أفلاتون رأوا الحقيقة ووقفت مع ديكارد ولكن للفلسفة دورها اليوم لماذا كان الفلسفة ما قبل سقرات نحن في الغريق نقسمه مع سقرات نقول لكم عليش ما قبل سقرات كانوا يبحثون عن العلة الأولى والسبب الأول لهذا الكون وحد يقول الماء وحد يقول الطراب وحد يقول البيرون وهو شيء غير محدد لأخر يقول النار لأخر يقول إلى آخره مع سقرات وكأننا نعيش عملية تغيير جذريا مست الأبنية المعرفية في ذلك الوقت اللي هي تغير السؤال من سؤال البحث عن الطبيعة إلى سؤال آخر هو البحث عن الإنسان وان رجنا من السؤال العلة الأولى إلى سؤال ما الإنسان هذا اللي حابيت نقوله في المرحلة هذه ونحب الزميلة اللي حابت تسألني أنا على ذمتها اين موسيو تفضل أعطيني الاسم عاد بش نتعرف عليكم مرحبا بيك عايش موسيو حبيت نسئلك سؤال كيفش قلت على الفليسفة اللي هما جهلة لكن هما يعني 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 أنا بالنسبة لي موسيو كرال فليس حسب مقريت يعني يعني حسب ما فهم اللي هما ينقضوا حاجة يعني مشكلة أو نقي ينقضوا مشكلة في الحال في الواقع يعني ما همش بالنسبة لي ما همش جاهلة همش عندهم ما عرفة لكن قليلة مش كاملة موسيو اي اش معناها جاهلة اش معناها جاهلة جاهلة يعني معناها خنفسر لك خنفسر لك الجاهل هو اللي ما عندوش دراية بشيء ما طيب وكي نقوله الفيلسوف جاهل المعرفة تقوم على ثلاثة أطراف يا مريم مريم هكا اي موسيو ضلا تقوم على ثلاثة أطراف طرف اللول هو الذات العارفة والطرف الثاني هو موضوع المعرفة والطرف الثالث هو الوسيط الوسيط اللي هو العين اللي تشوف الاخشم اللي يشم اللي تسمع اللي هو العقل اللي يدرك ويقوم بعملية استدلال لمسألة ما فنحن نعرفه اما عن طريق الحواس ولا عن طريق العقل ولا عن طريق الحدس الانتويسيون دانك ما دامك لوبجي دو ما كونيسونس انا نحب نعرف انا ذات عارفة نحب نعرف نحب نعرف مريم التونسي شكوني في مرحلة أولى أنا جاهل بكل ما يتعلق بمريم التونسي لا نعرف اسمها لا نعرف فقداش مولودة لا نعرف اين تسكن لا نعرف قدراتها المعرفية لا نعرف وضعها الاجتماعي لا أعرف ولكن حينما استعمل الأسئلة والأسئلة في الفلسفة أهم من الأجوبة أجد نفسي بعد مدة على دراية بمريم التونسي هذلك على الشي كتبت لكم الفلسفة جهلة وعلى وعي بأنهم جهلة الإله يعرف ويعرف أنه يعرف العوامل يزعمون أنهم يعرفون ولكن في الحقيقة أنهم جهلة ويجهلون أنهم كذلك ينتهي بهم الأمر إلى التعصر بالمحصلة شنو ربحنا ربحنا أن هؤلاء الفلسفة لا يكفون لا يتوقفون عن البحث عن الحقيقة لأنه كلما تغير زمن وتغير وضع إلا وجدنا إشكاليات جديدة لابد من متابعتها وكما قلت أنت من نقتها والبحث فيها والتعمق وحتى إذا لزم عفريات في المعرفة في هذا المجال بحي يعطيك الصح يا مريم سأواصل ولا تفضل تفضل مش الفلسفة تقتضي عدم الأخذ بالمسلمات أي الفلسفة تقتضي عدم الأخذ بالمسلمات كيف بتجار قتنع بأنه الإله تمتلك الحقيقة شوف بتجار وغير وبيتجار العظيم اللي تعرف هو ما كانوش معزولين عن وضع اجتماعي كامل راوكي نحكيه على اليونان نحكيه على قرن السادس قبل الميلاد راو العالم ما زال معشش فيه الأساطير والسحر والخرافات راو فكل وقت هذيك دونك معناها سماه ماركس انعتاق اللوغوس من الميتوس زمان هذيك هو تحرر العقل من الأساطير فأعتقد أنهم حينما يقدمون أشياء بهذا النوع هم بالفعل فلاسفة لأنه كما كان يخلص في شعر صعيب بش تخلص دونك هما يخلصوا في العقل من الأساطير فلذلك حطوا في الظرفية حطوا في الوضع اللي عاش فيه هو في تلك الفترة بغلا دونك هذا تعريفي للفلسفة دونك نقصد منها أنا ويجبكم هي البحث عن الحقيقة بسطرة مثقلة بأسئلة الأسئلة في الفلسفة أهم من الأجوبة ولذلك حينما نتحدث بهذه الشاكلة حيل نفسي إلى بياجين أن تقدم لنا أجوبة نخليه الأجوبة للعلم وإنما ننتظر من الفلسفة أن تزرع قلقا نعود لننتظر من الفلسفة أن تقدم أجوبة وإنما ننتظر منها أن تزرع قلقا هذا تعريفنا للفلسفة به أنا وياكم السناع ليش بش نلتقي شنو اللي بش يجمعنا أنا وياكم سي حمادي سي بشير معناها ليكيب الكل اللي بش نحاول ندفعوا رأنا ما نعوضوش لساذة متاعكم في القسم ولكن نحن سند سند لكم ولهم ولا حاجة اللي ما تفهماش غديك تسرع على هالهن والحاجة اللي من هنا تنجم تسرع بش تفهم أكثر ما يمكن لأنه معناه ما نيش نعمل في الدعاية أما مكثر اللي قرأوا معنا عمناه اللي هنا معناها مخذية وش قل منا 14 15 16 في الفلسفة وهذه الأعداد الجميلة وثم تا أعداد وصلت لحد 18 65 دونك نحن شنو اللي بش نلتقيوا عليه بش نلتقيوا على هذه العنوين اللي موجودة علي الصارم بتاعكم لصار المعاني هذيك هي المعاني تاب عني المحور عنا المحور لول سميناه الإنساني بين الوحدة والكثر أو الإنساني بين الكثر والوحدة بش نعالجوا فيه دو تام التام اللولي اللولاني اسمه الإنية والغيرية نسميوه البعد الأنتولوجي لأن كلمة أنتولوجي أنتوس لوجوس عند اليونان هي علم الوجود أنتوس لوجوس أما المحور الثاني فهو الخصوصية والكونية أنتروبوس أنتروبوس بوس لوجوس هو علم دراسة الإنسان اللي احنا معاربينها بالأنتروبولوجي دونك ولا عندي دو كونسيبت سأتناول البعد الأنتولوجي ونسميه الإنية والغيرية وسأتناول البعد الأنتروبولوجي وأسميه الخصوصية والكون وأسميه الخصوصية والكون باية موسيقى موسيقى السوت ما هو واضحة عندك موسيقى نرجع الثقنية الغالب سمحوني دونك قلت هذي المحور الأولاني سمه الإنساني بين الكثرة والوحدة ماذا نعالجه فيه مشكلة الأنية والغيرية ماذا كوني أنا ماذا كونه هذا الغير الذي يقاسمني الحياة هل أن هذا الغير هو ضروري لوجودي هل أن علاقتي به علاقة ضرورية أم علاقة تكميلية أم هي علاقة عدائية أم أن هذا الغير لا يجب أن يكون في نهاية التحليل إلا صديقا لأن الحوار هو التنازل بين الطرفين لحفظ ماء الوجه الأنية هذه والغيرية هي درس كامل ومكتمل له فصوصيات وسنتابع فيه الأنية بما هي أنية منغلقة لا تعترف بالغير أو سنراها أنية منفتحة وهذه الأنية المفتحة تعترف بهذا الغير لأن وجودها لا يستقيم إلا به الدرس هذا هو في الحقيقة الشاب هو من الإنسان من هو هذا الذي نسميه إنسان وأنا كنت قبل قليل أتحدث أن السقراط غير مصار الفلسف من البحث بالطبيعة والبحث عن العلة الأولى لهذا الكون إلى طرح السؤال ما الإنسان ولذلك نحن أول محور هو الإنية والغيرية خنبسطه شكوني أنا وشكون هذا الغير الذي يشترك معي في هذه الحياة سواء كان رجل وامرأة سواء كان علاقة رجل في وضع تجاري وناس آخرين في وضع معرفي في وضع اجتماعي في وضع إلى آخره معناها نرجع لك المقولات القديمة الناس للناس من بد وحاضرة وأن لم يشعروا خدموا به الأنية والغيرية عليش نقرأ فيها حنسنا شكوني حبي يكلامي أنا سمحني ما فهمت ش تقصد قبل الحوار تنازل لحظ ماء الواج هي قولة لهايدو عفو هي قولة لهيبرماس يقول إن الحوار هو التنازل من أجل حفظ ماء وجه طرفين إذا كان أنا بش ندخل معاك في حوار كمنجيش بس بريم تاعتناجل حبك أنت لتتنزل كن يستقيم الحوار وتستمر الحرب ولا تستمر الحياة خوذها في علاقة عائلية خوذها في علاقة أستاذ بتلمده خوذها في علاقة رئيس دولة بشعبه خوذها في علاقة دولة بدولة خوذها وين تحب أنت إذا كان ما عندكش الإس بريم تاعتنازل أنا نقص شوية وانت تنقص شوية لا تستطيع أن تستقيم العلاقة لذلك الإطار متاعها القولة هذه مش جلاحة في الخصية والكونية وقت اللي يتحدث برماز على يتحدث أخلاق التوصل به أنا بش نطرح سؤال علش نقرأ فيها الأنية والغيرية لماذا يعاد وطرح السؤال ما الإنسان وما علاقته بالغير في هذه الفترة نحن نحن في القرن الواحد والعشرين قرن الواحد والعشرين هو سيطرة العلم سيطرة كلية تقريبا على كل مجالات الحياة ثم التوظيف الإديولوجي للعلم من طرف رجال السياسة فأصبح العلم يخدم الإديولوجيا أكثر مما يخدم المصارات الإنسانية بين الناس ثنين الإنسان أصبح آلة أو قطعة من لحم في آليات من حديد الإنسان أصبح تابع للآلة اللي نسميوها تشيئة الإنسان الإنسان أصبح بذعة يلهذ وراء معناها السعادة والفراغات والحياة الحقيقية ما يعيشهاش هو يقوم بش يخدم ويرقد بش يعوض اكتاقت العمل بش يعاود يخدم من جديد لهذه الأسباب لأن هذا الإنسان أصبح مغتربا لأن هذا الإنسان أصبح بذعة لأن هذا الإنسان أصبح شيئا لأن هذا الإنسان أصبح يخدم أغراض إنسانية وإنما يوظف توظيفا إيديولوجيا وسأطرح هذا السؤال بعد قليل حينما أتحدث عن النمذجة لهذه الأسباب نحن ندرس السؤال ما الإنسان ما معنى الإنية وما معنى الغير ولذلك سميت هذا البعد الأنتولوجيا يعيش أولادي هذا اسمه الأنتولوجيا الأنتولوجيا بعد نكتب فيها بالعربية والكلمات هذو ما حطوه مليكار في كراسة لما كتجيب تسمعونه خلي عنده كراسة صغيرة تسجل فيها حاجات لأنه بشي استعملها الأستاذ في القسم وبعد السيد ربما يقول لك شافوها تلمد في الترواز يمني دونك ما يشرحاش ولا هم إذا كان فيقوا تلميذ في المسألة دونك الأنتولوجيا سمحوني كتبتها في غير مكاني ها دونك مش نعاود نكتبها في بلاستها به سننتقل من سؤال من أنا إلى سؤال من نحن وين هذا في الدرس الثاني في الخصية والكونية بعد ما كان الحوار حوار فردي الإنية والغيرية سيتوسع هذا الحوار وسننتقل من سؤال من أنا إلى سؤال من نحن ومن نحن إلى الخصية ولذلك بعد ما حوار بين الحضرات أو حوار بين ثقافة هذاك على السمينة أنتروبولوجي مسير برب سامح نسمع فيها وين نسمع فيها مسير راسو مش ركح عندك خطر كل مرة يقص يقص أو يقص الصوت يقص كلمة مقطعة الصوت مقطعة موش واضح اشتر كلمك موش مقصوص معناها يمشي ويجي سيبون بي أصبر علينا تقيقة لأولاد مني نعود والبنات والبنات بيانسور ما كمش تسمعوا فيها ما درسة ثانية مشو الدرسة ثانية خصية والكونية بي إن شاء الله تسمعوني عنا إن شاء الله تصلح في الدروس الأخرين أصبروا علينا شوي فقط بين خصية والكونية كلنا مجال التفكير في الدرس الأول اللي هو الاني والغيرية نعم شخلت سبا تاو مجيو سبا تاو لا كمش تسمع اي سبا بي داكور بي سكروا لي ميكرو باش تعاونوني على أنه يمشي أحسن بي كلنا الخصية والكونية الخصية والكونية هو التوسيع مجال التفكير في الدرس الأول الدرس الأول كانت العلاقة بين الانية والغيرية وطرحنا هذه المسألة على مستوى أنتولوجي في الدرس الثاني سنوسع مجال التفكير في الدرس الأول بعد ما كان الحوار بالانية والغيرية مش يولي الحوار بين ثقافة وثقافة لأن الخصوصية تنقسم لقسمين إما خصوصية شخصية أنا وإلا خصوصية جماعية ما معنى خصوصية جماعية أم بلاتو يلتقي فيه مجموعة من الناس أنا منيش تونسي الوحيد في الحصة هذه وأنا منيش العربي الوحيد وأنا منيش المسلم الوحيد تربطني معاكم قعدة شخصية جماعية اللي هي أنا تونسي أنا مسلم أنا عربي ولكن لست الوحيد داخل هذه المجموعة لكن في علاقة بالكون ما معناه الكون؟ جهة أخرى لا تدين بديني ولا تتكلم لغتي وليس لا عاداتي والتقاليد ووواء الأخير ولذلك هل أن التمسك بالخصوصية والدفاع عنها والانغلاق خوفا من الآخر الدخيل هو الحل؟ أم أنه يجب أن ننفتح على هذا الكون كان مكان؟ الانفتاح على الكون يمثل خطرا الانغلاق على الخصوص يمثل خطرا لأن الخصوصية حينما تنغلق على نفسها تموت هكذا علمنا سبينجل وأن الكون حين يكون كون إيديولوجي لا يمكن أن يقدم خدمة للبشرية وإنما هو كما ترون الآن منطق العولمة اللي هي رون در الموند الأمريكان كان مفتحنا تم صعوبات وكان نغلقنا تم صعوبات لذلك هذا الدرس يرتقي إلى مستوى أن يكون إشكالية فلسفية سمعت صوت أنا مسير مريم ديمة لا 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 رؤي رؤي قلوا لي على سميكم اللي يخو الكلمة يتكلم قل لي فلان واضحة رؤية الشيخ مرحبا الخصوصية والكونية نقصة الخصوصية اللي هي لأنا شخص معناها لأنا والكونية هي الخارج لا أنا كنت مفسر قلت تم جوز أنواع متاع خصوصية ثم ما يخصني يمكن أن يكون فرديا ما يخصني أنا دون غيري وثم الخصوصية اللي هي أن بلاتو ألتقي فيه أنا مع مجموعة من الآخرين عنا نفس الدين وعنا نفس اللغة وعنا نفس الكذا إلى آخره إلى آخره هذيك البلاتو هذيك نسميوه الهوية نسميوه الهوية والهوية هنا تولي جماعية الخصوصية كان رجعتها للدرس لول تولي خصوصية فردية النية وغيري كان تمشي بها للدرس الثاني تولي الخصوصية الجماعية أي أن هناك جماعة اسمها العرب المسلمين الذين يتكلمون العربية في حوار مع ثقافات أخرى وهذه الثقافات هي التي نطمح من خلالها أن نكون عالما كونيا نسميه الكونية الكونية لكن هذه كان الإشكال الفلسفي إن دعوة تحسين ذاتها تقع في أسمي وإن انفتحت على الكون يجب أن نحذر أي كوني ننفتح عليه ننفتح على أمريكا باسم العالمة اللي قادمة تقول ترفع شعار روندر لوموند الأمريكان والذوب هويتي ولن ننفتح على كوني إيتيقي يقوم على حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة والحرية ووينو هذا وينو هو مجرد أكذوبة ذات نوايا حسنة فأنا انفتحنا على الكون الإيتيقي اللي جاء به فلسفة الأنوار درومونتس كيوبرتار تم تسعوبات في تطبيقه وأنتي ترين ما يقع اليوم في فلسطين وإن انفتحنا على كوني إيديولوجي من القول وإحنا قدام أمريكا والتنافس يصبح صعبا ورؤية معي أو لا نمشي توا نمشي توا للهدية معناها أو بش نكتب الأنتروبولوجيا إذا كان أستاذكم في القسم قال أنتولوجيا رو المقصود به أنتولوجيا الوجود وإذا كان قال أنتروبولوجيا رو المقصود به علم دراسة الإنسان في عاداته في تقاليده في لبسه في كيفش يدفن الموتى كيفش يفرح كيفش الكل هذه كان سموها دراسات أنتروبولوجيا أو الاهتمام بالإنسان بما هو كذلك دكر هذه البرتلولة التي يجب أن نرجع لها وندرسها دراسة معناها تفصيلية أنا اليوم نحكي في المطلق معناها نجم نقول معناها حاجة عامة جدا بعد تولي التفاصيل وتولي نصوص وتولي ديكار تختلف على فلاتون وفلاتون وديكار تختلفوا على سبينوزا يخفي هذه الغابة لا تخفي الشجرة ما يعنيه؟ هذا لا يخفي العمل المنهجي شنوه مطلوب منه في الباكالوريا وكيفش نخدموه؟ أنا فراتيكمو هذي الهم الوحيد داكور بحي نمشي البرتية الثانية اللي بش نقراوها نورمال مو بارتير دو جون فيي العلم بين الحقيقة والنمدى جهل به فيه دو بارتير مطلبها الكل الونيفرسال حقيقة المطلقة فإن العلم المطلب متاعه هو الخصوصي العلم عن علم الفيزياء يهتم بالحركة عن البيولوجيا تهتم بالنبو بالنمو عن الكيميا تهتم بالأجسام عن الانتروبولوجي تهتم بعلم دراسة الانسان وهكذا دانكوري ذلك فالوبجيكتيف التوجد من أجل العلم هو ما يمكن أن نسميه تهديئة الانسان في علاقته بالطبيعة أنه يكشف الطبيعة حتى تصبح لا تمثل ما يهدد الانسان تبديد مخاوف الانسان تجاه الطبيعة يعني علاقة الانسان بالطبيعة مرت بتليس مراحل عبر التاريخ المرة اللولة كان يخاف منها فقال لها قال لها الماء وهداو أجمل بنات مصر لنميل وقال لها الأشجار وقال لها القمر وقال لها الشمس وقال لها وقال لها إلى أخير قال لها الطبيعة المرحلة الثانية كانت مرحلة نديا والمرحلة الثالثة اللي يصفى ديكارت هو أصبح الانسان سيدا ومالكا للطبيعة ولذلك هذه الطبيعة اللي الهدف متاع العلم هو تبديد مخاوف الانسان توجاه وتحويل الانسان إلى أن يصبح سيد لهذه الطبيعة هذا العلم يعيشه اليوم مأزقا علش لأن الفلسفة لكلها إشكاليات كما حسيت معايا أنه ثم إشكالية في الدروس لولا ثم إشكالية لهنا أنا بش نطرح سؤال وتفهم المأس أليس الذكاء الانساني هو نفسه العقل أوضع العقل أعدل الأشياء يتوزعا بين الناس لماذا نجح العلم حين تعلق الأمر بصناعة القنابل النووية والعنقودية والجرطمية وصناعة الدبابات وصناعة الطائرات المقاتلة وفشل العلم حين تعلق بأزمات التعليم وأزمات الصحة وأزمات الساحل الأفريقي والمجاعة والانحباس الحراري والهجرة السرية والاتجار بالبشر والأوبئة لماذا فشل العلم في هذا أليس العلم هو العلم هذاك عليش الدرس قول لكم العلم بين أن يقول الحقيقة وبين أن ينمذج والنمذج في عمقها هي تحالف مع رأس المال ولا يصبح العالم عالما بالمعنى الذي نعرفه عند كوبرنيكوس وعند غاليلي أهلي ذحة من عمره بعشر سنين بشي قول البابا البابا التورن معناها العالم اليوم تتسلل من بين أيديه المعرفة العلمية ويصبح القرار في يد رجل المال ورجل العسكر ورجل السياسي مسيو وي مسيو عندي سؤال حول العليق بين العلم والطبيعة وي مسيو أنتي قلت اللي نجمو نكتشفو يعني الإنسان يحب يبدد الفوضون حول الطبيعة خطر عنده خوف خاصة العالم إذا كنبش يكتشف حاجة مسيو كتبدا ما عندوش أخلاقيات شتسمر عليق ذيك العلاقة هذيك هو أن العلم توجه طبيعة شنو الهدف متاعه ذكرني بالاسم ماريم التونسي ماريم التونسي داكور هذي العالم هذي اللي تحكي عليه هو العلم جاء من أجل غاية إنسانية معناه يكون قولوا تبديد مخاوف الإنسان توجه طبيعة تسهيل مهمة الإنسان كما الدويات وكما غيرها وكما العملية الجراحية والا اليوم ولدت العملية رو كان قبل واحد بشي يعمل عملية متعقل بتسعين في المئة يموت اليوم ولدت حكيت يعمل ويخرج على روح أنا مسيو نحكي على العلماء اللي يقوموا بعملية التهجين مسيو في الحيوانات أنا قلت لك أنا إذا كان العالم تخلى هذه مشكلة كبيرة رأي مريم مشكلة كبيرة تتقسم الديو بارتي بارتي يقول لك العالم بري الديو سيونس بري معلتوا حتى مشكلة أما اللي دي الزهل هذة هم رجال السياسة وثم مقاربة أخرى تقول لك لا العالم ما هوش بري ألم يتحالف جو سيتا كلام مش متاعي متاع إدغار موران ألم يتحالف أنشتاين مع الرئيس الأمريكي روزفيلت لصناعة القنبلة النووية الحرارية لتلقى لاحقا على هوريشيما وناكازاكي وتتسبب في أكبر المآس التي عرفتها البشرية انتهى الكلام بتاع إدغار موران ثم أش كون يقول لك العلم خطي ثم أش كون يقول لك العلماء مورطون مورطون هما بديهم يعاونوا في رجال السياسة اللي عندهم كل المرض العظمة ومرض الغطرسة ومرض النرجاسية تمركز حول الذات واحتلال العالم إلى آخره أنت اليوم تحس أنه العلم رغم ما لك قدر في حاجات بيه أنت تشوف تشوف بالأخص السوشيال ميديا عنده كوتية إيجابية وعنده كوتية سلبية كبيرة جدا هو اقتحام ميديا 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 رجعنا رجعنا ميديا علاقات بين يعني معاش تفهم علاقات اجتماعية بيش تكون موجودة هي بدأت هي بدأت هي بدأت والبنية تتفرج على ستار أكاديمي ومناعرف شنو ما عادش حتى اللونطونت فاميليال القديمة اللي فهله شالوري مان فهه الدفء العائلي والدفء البشري ما عادش موجودة ولذلك هي بدأت بهذه الشكلة انت يشوف يكفي بشو يختلي بنفسه ياخه بورتابلو ويسرح مي فيقش أنا كنت نحكي لتلمذ فيقبال من الثمانية العشرة كنت قري فيهم قلت لهم وردوا بيلكم السنة انتم كديزيت يوم تعبا كالوريا راهوا يلفو مي كالتليفون الصغير بش تقضي بحويجك وكهو أما هذا ينجم معناها تدخل في حاجة تبدأ تتبع في الأخرى معناها يلفو مي ساعة غير بوع ولا نس ساعة نخدم فيها إجرسيس تعبات خير سمحني نحن نحكي على الجنب نحكي على الجنب آخر أقوى نحكي مثلا على كما صاير في الخارج يعني ولا الروبو يقري في الأسيا يعني يقري في بيانسور وخاصة في الكورونا في المستشفيات في اليابان وليو الروبوتيك هم اللي يخدموا في السبيترات معانتش لعبادة وكعلي نحكي أبسولي أنا فهمتك أنا فهمتك وهذا موجود قاعد يدمر يدمر في العلاقات الإنسانية الاقتراب الإنساني الحوار الإنساني نعم هذي اللي بش نقروه في الدرس هذا 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 العمق متاع العلم بين الحقيقة والنمذجة أنا ما حبيتش نغوص في مفهوم النمذجة لأنه فيه برشة معناها طول نشوفوه في برشة فيه النمذجة فيه النموذج فيه النموذج في الفلسفة فيه النموذج في العلم فيه الباراديغم طول نشوفوهم في وقتهم نتوى نعمل في مسح على الدروس الكل اللي احنا في حاجة لهم ينسور بلاي عندي سؤال ميسرش ينسور اسمعني ما عايش قولها اسأل قد ما تحب انا جاي لكم انتوما انا خصيصا معاك منتوما تفضل ينسور بلاي عندي سؤال اللي هو وقل الانسان بشيفهم الموذج او بالاحرى وقام بشيفهم الانسان يفهم كيفش الجسد من الانسان القلب والرأيو والرأيو وما ماهو وقال الالتاشريح كان ممنوع ومحرم وكل نلاحن كان ممنوع ولم ينسور ولم ينسور للانسان يفهم الان يا لا ينسور التشريح وغيره تطور من اللي بدأ سبينوزا وديكارت يحكي لإعادة النظر في الإنسان وديكارت ينظر إلى هذا الجسد كما لو أنه آلة الآلة لها مجموعة من الأجزاء ما تخدم إلا كي الفونكسيون موم تعمل مجموعة الأجزاء ديكارت قالهم أدرسوا هالجسد هدايا وسبينوزاء أيضا دعا إلى دراستي دراسة علمية وقتها بديت حكاية التشريح التشريح سهل برش الكنيسة كانت أكثر تسامحا من ديانات أخر وبدأت والتشريح يبدأ بالحروب يبدأ بالأزمات في الحروب والطبة يتضرب في الحرب لأنه تجيهم جثة معناها ولا يجيهم إنسان شبه ميت ولا يجيهم إنسان هارو فار هذه كوين تكون الخدمة وتبدأ ثم تدرج في التشريح وديما الإنسان مهما أعمل من ديتابو وممنوعات بشوية بشوية تولي ما عادش ممنوعات عليش؟ لأنه وقت اللي يفهم أنه ما ثماش مبرر أن تكون مسألة ممنوعة يتجاوزها يتجاوزها بتيت بتي حتى إذا كان مش في نهار في عام وإذا كان مش في عام في سنوات إذا كان مش في سنوات في قرون أو في عشريات هذا هو تاريخ الإنسانية هو أباطر أباطر شنو اللي الميت إبيستيمولوجيك؟ لأنه النمجة هذه اللي أنا نحكي لكم عليها هي المستوى الإبيستيمولوجي المستوى الإبيستيمولوجي والكلمة كالعادة تتقسم زوز أقسام اللي هي إبيستيمي إبيستيمي ولوجوس وأصل الكلمة هي المعرفة إبيستيمي هي المعرفة ولوجوس هو العلم وفي درس هذا اللي احنا نقوم بش نوالو سموها فلسفة العلم أي الفلسفة التي تنقض العلم حتى لا يحيد عن مصاره الذي رسم إليه كما جاء في كتاب لويس ألتوسار في لسوف فرنساوي على باج سيس الكتاب اسمه لسوفي 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 كتاب هذا يقول فيه لا يحسن وليس لسوفة مهمة رأيسيا هي أن ترسم خط الفاسم ما بين الإيديولوجي في الإيديولوجيا وما بين العلمي في العلم معناها لأن العلم إذا كان مش تقرب للإيديولوجيا اللي هي توظيف السياسي وضعها على هذا المعنى مبدئيا توظيف في السياسي راه تولي مشكلة ومعاديش نفهمه بعضهم هذا هو الدرس هذا ولو عنا ثلاثة مصطلحات ثلاثة مفاهيم فلسفية ولو عنا الأنتولوجيا ولو عنا الأنتروبولوجيا ولو عنا الإيبيستيمولوجيا الأنتولوجيا والأنتروبولوجيا هو الإنسان بين الكثرة والوحدة والإيبيستيمولوجيا هو العلم بين الحقيقة والنمذج هذه العنوان الكبرى العنوان الثالث والأخير هو القيم بين النسبي والمطلق وهي موجودة على اللوحة متاعكم به الفلسفة بش تهبط للأرض بعد ما كنا نحكيه على نقد الفلسفة للعلم بعد ما كنا نحكيه على علاقة الإنسان بالإنسان بعد ما كنا نحكيه على علاقة ثقافة بثقافة أو هوية بهوية أبطنا إلى الدولة الدولة يقول كارل ماركس يقول لم يفعل الفلسفة إلا أن أولوا العالم لكن مهم هو تغييره تغيير العالم معناه الفلسفة لا يجب أن يبقى معلقا في أبراج السماء مع الأونتولوجيا الإفلاطونية المثالية المتعالية يجب أن ينزل من السماء إلى الأرض ونزول الفيلسوف إلى الأرض سميناه القيم بين النسب والمطلق أو هكذا تريد الوزارة القيم بين النسب والمطلق شنه القيم بين النسب والمطلق أولاً شنشوفه مشكلة الدولة قولي مسير أنا سونت فيك شي يهمني في الدولة أنت قد ومشروع طبيب أنت قد ومشروع مهندس أنت قد ومشروع باحش يهمك في الدولة لأنه لا يمكن أن نبحث في ذل غياب الكونجونكتور التي توحيت بالبحث والله أنت تهندس لمن إن كنت مهندس علم البرسبكتيف علم التنظير للمستقبل ونقولي ذلك عندنا الدولة فها موضوع كبير هو السيادة والموار السيادة إما يفكها الحكم وقتها نصبح رعاية نصبح عبيد ويصبح الحاكم ديكتاتوريا وإما الحاكم يشرقنا في الدولة فتصبح السيادة والمواطنة من دم واحد وبذلك نتحدث عن دولة ديمقراطية وفي الدرس في تفاصيل ومش نعطي خصوص ديمقراطية ومش معناها الدولة دا يدول دولة ودوانا انتقل من حالا إلى حال والدولة معناها إلى آخره والدرس الثاني اللي هو يحتاجه الطبيب يحتاجه المهندس ويحتاجه أي وحد فينا هو الأخلاق المحور اسمه الخير والسعادة معناها الأخلاق خير والسعادة كيف يكونوا للطبيب أخلاقا معناها كناخو مثال مثلا جونسي باانا معناها الطبيب يساهم في بيع أعضاء بشرية الطبيب يعمل في عملية الإنسان هو ميت عملية تبتزاز الطبيب يعمل في حاجات محرمة في مجتمع يرفضها ما يحبهش تتعمل تتعمل مهندس معناها يعمل تعقوم بالنووية لابد للشعب العلمي أن ترتبط عضويا بالمسألة الأخلاقية اللي هي في نهاية التحليل جملة القيم التي توجه سلوك الإنسان نحو الخير شملة القيم التي توجه الإنسان نحو الخير شفت هذه ما معناها الأخلاق شملة قيم توجه الإنسان نحو نحو الخير ولذلك لا بد من من ذلك لنك هذي اللي احنا معناها حبيت حبيت أي معناها حبيت انقربوا اليوم وعنا أنا وياكم معناها قدامكم الكل بما هو مطلب الفلسفة اذيك بش نلتقي فيها أنا وياكم بعد مشي ولا تتابع متاعها أمشي نور تجيب نور هذه ونحن ندخل في الباب الأول اللي هو الإنساني بين الكثرة والوحدة اللي هو الإنية والغيرية ولا الإنساني بين الوحدة والكثرة بش نشوفه الإنية والغيرية والخصية والكونية بوه ولكن احنا بش نبدأ هذي الكل بش نشوفوه بالحسة الجاية وكيف كيف حكاية الإنية والغيرية بالتركيز على هذه الشما واصل ولا شنشوفوه هنا الإنساني بين الوحدة والكثرة وفوق التفكير في العلاقة بين الأنا والآخر قبل ذلك شكونوا الأنا وشكونوا هذا الأقفر شنشوفوه على الصعيد أنتولوجي ما شنشوفو معناها الإنية والغيرية ومن جهة أخرى على صعيد أنتروبولوجي مفروض تكون لهنا معناها الأنتروبولوجيا والا على صعيد أنتروبولوجي والا ونفهموا للكونسابت الموجودين بين سور احنا بش نركز وي للا باش لبعده ولا نوصلوا هنا كان ما تراوش ما نعنى القول الإنساني بين الوحدة والكثرة احبوا نفركوا هالرمانة هذه ما تراوشيه ما تراوشيه ما تراوشيه الإنساني الإنساني ثم بعد ذلك بعد أن نفهم ما معنى هذا الذي نسميه إنساني سنتحدث عن الوحدة والكثرة الوحدة الإنساني يقرامشي سرعة إذا كان ما تراوش منع تراوشيه فيهم دو كيستيون قبل النص يسهلك على مهارة تحديد مفهوم في السياق مسلمة ضمنية تبع رهان حجة حجة مضادة سنقرأوهم ونفهمكم كيف يجي تجاوبوا عليهم القسم لاخر نص أي القسم لاخر نص فيه تروى كيستيون جيوب عليك كيستيون تاخذ ستة بونتو لنك قبل النص فاما دو كيستيون كل واحدة على دو النص سي بوان صاب في ديس والفقرة على عشرة بونتو الفقرة عندك خمسة ما حاول أنا كنت نحكي فيهم عندك الدولة عندك الأخلاق عندك العلم عندك الخصية وعندك الأنين أنت وزهرك دي ما يعطيه فقرتي أنت تاخو واحدة منهم تخدمها ثم نوريكم كيف يجي نخدموا فقرة نفكوا فهش من يبونتو تسعبونتو ثم طريقة في كتابة المقدمة في طرح الإشكال في المدخل من اللول كيف يجي تحدد المفاهيم متاعك كيف يجي تدخل تحلل الدافع على الأطروحة كيف يجي تعمل ثم تختم هذي الكل وخدمة ونحطولكم على الفقرات متاع الامدة مخذين ثمانية أو تسرة وطولكم باش تستأنسوا بهم وتفهموا كويس جي في هذا المجال شكون حبيس أل هوي الاسم فيسع الاسم وقل لي ومايما مرحبا ومايما تفضل عمش أنا قبل شكت في الدرس المحول الانية والغيرية معتها مكتوب الواعي أو الواعي نجم الواعي أو الواعي يكون مرتبط الدرس اليومي يمكن إذا كان هو قراكم اليومي يمكن أما نحن هنا باش نقراوه من وجهة نظر فرويد وباش نقراوه بطريقة معناها تخدم الدرس أساسا هذا عنده وجهة بسيكولوجية الواعي ولا وعي أما نحن الواعي شكونه هو الواعي هو الفكر والفكر هو الأنا والا وعي ولا وعي شنو ثم واحد آخر في داخلي أنا يخليني أنا نعمل حاجات وأنا مانيش وعي بها موسيقى سامحه تتسمى زيد المغالطات لا لا مغالطات مسألة منطقية مسألة منطقية تاو نقراوه تاو نقراوه وزالي كمبروند الديفيرانس بالقدير 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 باش من منخلوذش لأمور تاو باش منحكيوش على حاجات ربما تقعد راسخة عندكم وتقلق سؤال آخر موسيقى وي الاسم يوسف أهلا بيوسف يوسف شكون عبيدي مرحبا بيك عايش موسيقى موسيقى بلية بشتك تاوى السيانس الجاية تاو معنا مش نبدو في الكورن لازم نطرج في فيديو على البلاتفورم موسيقى لا تفهم لا لا أنا أفهمك كما توا كما توا أنا أفهمك ومبعد حاجة أخر أنا أفهمك نعملوا لايف ونفهمك في كل شيء ونعملوا فلاشات وعندي دي باج فارغين نخدم فيهم وكل شيء با شكوني حبي يسألني سيبان موسيقى أنا عندي سؤال أما أنجني غال على الفلسفورم موسيقى موسيقى نسيت طبق كل درس طويل يبدأ يعني لازمنا نحفظه لا 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 متحفظش متحفظش فلسفة افهم افهم انتي عندك ثلاثة أساذة يمكن أقل واحد فيهم هو أنا درس طبق كل درس طويلة أساذة نحن هنا معك من هنا لأخر العام معك روط نجم تكتبلي ونقرأ لك ونحكي أنا وياك لأخيره تخليلي على على الميل ونقرأ ولي تكتب ونقول لك شخص يقعد شخصي بيني وبينك يفلينا رقالت في كذا وعملت كذا وعملت كذا إلى أخيره هذا كله مسموح به المهم أنتوما معنا وكهوا شكونا أنا على ذمتك ويد فضل حبيد نعرف أنت شخص أسيد هل كل شابتر أستاذ أو هل كل سانس أستاذ أو كيف نحن نقسم الخدمة أحنا نقسم أما لا يقرأ تمشي الذي كان لم يرجع يقرأ هو الذي كان عند وجهة نظر أخر أو أنتوما مثلا تقولوا ربما فهمنا ومسيو عند مسيو زاهي عوده لنا أعطيك صح أشكونا أخر عندي سؤال قبل على شرحتنا المعنى ما هو الإنسان مسيو فهم من عرش أنا حسب مقريت في تروازين فهم ما وحكنا على المرحلة هذه قلنا مسيو الإنسان يتكون من حاشتين من الجسد والنفس اللي هو الماديو والمعنوي النفس المقولة متاع أفلاطون تبقوها يعني بطبيعة بطبيعة أنت توبش تشوف فلاسفة ينتصرون إلى النفس ويعتقدون أن النية الإنسان هي النفس دون سواها وثم فلاسفة قل لك نفس سكرات وأفلاطون ما عندهم نفس التفكير لا لا سكرات وأفلاطون عندهم نفس التفكير أفلاطون يحكي على العالم المثلي الحقيقة وسكرات يحكي على ينقض في المجتمع اللي كان في عصر لا لا أنت قاري نص مقتطف ماشي على روح أما أفلاطون هو ابن سكرات هو التلميذ الفدالي سكرات هو اللي على خاطر سكرات بناء الأكاديمية أما بعد قل لي فلاطون يختلف مع سبينوزا نسمعك يختلف مع ديكارت في بعض الحالات نسمعك شكو ناخر نشوف بالله جس نصح ما خلو مع عام جنس نس خلنا أنا قلت لكم راه الصدري رحب ومستعد نسمع أسهلتكم الكل عايش ما شو عمي ينقر في اليوم والليوم قلت لها أنا نحكي مع البروف قلت لها معنتها يبدأ معنتها عنه روتين ونفسها بسير معنتها يريح العب من قتلي ذكرا هو داخل في اللواي وبعد قتلي معنتها قتلي هذكا مشكلة الإنسان العامي اللي هو يبدأ مشي بالله هو وعيد كل شي كيف يتعاود نولي أنا نخرج من الستيديو ونهز المفاتح وانا نخمم في حاجة أخرى ونقص الطريق ونمشي الكرهبتي ونخدمها ونحط السبتة متاع الكرهبة هذك الكل وانا مانيش مركز معها لأن حركات نعمل فيها يوميا هذك علش هي قتلك راه يدخل في اللاوح لأن الجانب اللواعي نعملو من غير ما نشعر به نسلولو ونفسر لك الماكسيمم حتى كل درس يتطلب شوي خدم ما تخافش ما تخافش كون مزيلي أنا وزميلتي نور نقول لكم نلتقيكم بحصة لاحقة نلتقيكم وأنتم على نجاح أو على ضرب النجاح سليم موسيقى شكرا شمائ the شكرا 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 اشترك في القناة كر transparent شكرا كالحفظ بضرع لمحفظ أو كالحفظ تعمل ان نحفظ شكرا